يا أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية نبتدي حلقتنا قبل ما أبتدي الحلقة الحقيقة وإحنا بنحتفل وعالم كله بيحتفل بسنة جديدة كل سنة وحضراتكم طيبين مرة تانية السنة اللي جاية أماننا فيها وطموحاتنا فيها كبيرة جدا ونبتديها كده بمجموعة من الأحداث المهمة ولا أهم من الكلام طبعا على كس العالم للأندي اللي هيكون معادنا إن شاء الله في شهر فبراير وقبل منه بأيام بسيطة جدا إن شاء الله نحتفل كمان بتتويج النادي الأهلي بالسوبر الإفريقي وتكون بداية عام موفق أو بداية مشوار موفق للنادي الأهلي إن شاء الله في 2021 كل سنة وحضراتكم طيبين وكل سنة وانت طيبة تانية صار وانت طيبة تانية أحمد كل سنة وحضراتكم طيبين ويا رب دايما تبقى السنة الجديدة بقى يعني كل حد نفسه في حاجة يحققها كل حد فقد حد من أحبائه يعني في الوباء ده طبعا ربنا يصبر ويعوضوا وان شاء الله ندخل السنة الجديدة دي وإحنا كل أمنياتنا بتتحقق بإذن الله كلها كلها يعني نصها نصها ربعة ربعة بعد اللحظة في سنة عشرين عشرين تحس إنه لا عايزين عوض كبير بقى بس طبعا على مستوى النادي الأهلي يعني الحمد لله الحمد لله القبل بطلات يعني طبعا أنا بحبس المقارنات لكن في النهاية دايما الإنسان عليه أنه يبص دايما لحاجات إيجابية بتحصل في حياته يعني في أوقات كتيرة جدا بتكون فيه محن وبتكون فيه صعاب بس لازم دايما مع ده نبص للحاجات الكويسة اللي بتحصل لنا ومدام ربنا يعني ربنا يدي حضراتكم الصحة كرمنا في صحتنا وفي رزقنا ومحافظة على أولادنا كل حاجة بتعدي كل حاجة بتفوت وكل حاجة بتهون وإن شاء الله بإذن الله اللي جاي يبقى أحلى ترجمة نانسي قنقر